إيران تشن حملة كراهية ضد إسرائيل منذ أكثر من أربعين عاماً هي الدولة الوحيدة التي تصرح أمام الأمم المتحدة بأنها تريد تدمير إسرائيل بشكل كامل إيران ديكتاتورية تمول التنظيمات الإرهابية وتبذل كل الجهد للحصول على السلاح النووي وإذا ما توصلت إليه فستستخدمه بلا شك يجب أن نظهر لها أنها إذا تقدمت في برامجها النووي فلن يتجاوب معها العالم بالكلمات بل سيكون الرد بالقوة العسكرية لدينا القدرات للتصدي لإيران ونحن لا نخشى استخدامها سنفعل كل ما في وسعنا لمنعها من امتلاك السلاح النووي